يعني نتمشيه مناش قاعدين نكوره ما حاشناش بالمقابلة وكأننا كنا نعتقد وكأن المنتخب التوسي يكفيه التعادل للمرور. رو هذا لي هبنا رو إذا مكتب في مسي الشام. الحالة والوضعية بتاعت ويسال يوم في التعاطي مع المنتخب التوسي. كاللعبنا وكورنا معناش حتى مشكل. نصفه وقولك ومعتيكم الصحة على المجهود. لم نوفق لأنه نعرف أنه كنت قدم فيها التعادل كما فيها الهزيمة كما فيها الانتصار لكن أن يظهر المنتخب بهذا الواجه وبهذا المستوى وبهذا المردود وبهذا التثاقل. هاي نقاط الاستثام تسأل وتطرح ولا بدها إيجاد إجابة يعني. أنا حاولت وحاولت قدر المستطاع أن أطرح لكم الوضع اللي عشناه والوضع اللي كان موجود. قلت لك على البيلومت. يعني اجتهدنا لحقيقة اجتهدنا. حابينا أونجير. حابينا نصلحه أكثر ما يمكن. في أسرع وقت ممكن. موفقنا ربي في النهاية التوفيق من عند ربي كما قلت لك. كانت مرهونة في كورة كما ذكرت أنت. كانت تتبدل كل شيء كان يتبادل في كندا. وكاننا نحكي على حاجات أخرين. ماناش هاربين من المسؤولية. نتحملوا مسؤوليتنا في اختياراتنا. نتفعل معك يا شين بالله. نتفعل معك. وشين ما كلم عادل. يعني طوى بعد ذلك كل هالعلم اللي عندكم والشيء اللي عندكم. أنا حسب يعني ملخصي الخاص متعينا. أنا نشوف أنه جليل كان يحكي في حاجة والأرقام اللي عندك حاجة أخرى. حاجتين جليل يحكينا بعد ماتش نبيبيا. أنه بش المنتخب الأرجنتين ومنتخب الأرجنتين هو اللي يفز بكس العالم ويعطينا أمل على أساس أحنا بشمشيوا للنهائي. هم عطا شامل لك سمحني هشام. طبيعي. سمحني لا 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 عاربي عايش خوي عايش. رأسي هشام يقول في كلام هاي بيزيبين توقف عليه. ما تقعدش أنتي معناها تصر على السؤال رغم التطورات اللي يقولك فيها من خلال كلمتاها. وقالك للسي جلال لابد أن يعطي الأمل يعني كتناعتكم كإطار فني عارفين فهمة ضبابية في المنتخب وفي الحضور البندل وحضور الذاني وحتى النفسين اللي قلتنا عليهم. ما كناش حاضرين كما يلزم ماذا ما ننكرهش مباراة الولا قلت لك نتحمل مسؤوليتنا كاملة. طوى دور الإطار فني من بعض الهزيمة وأنه هز المرال بتاع العيدين. طبيعي جدا وأنه سي جلال يخرج يعطي دسكور بوزيتيف. كل مدرب يزموا يتصرف مدرب راوه. وعليما يقولش ماذا حاضرين الملعبية هشام عايش خوية. هل دي عادو هكا ولينا عصفيرت وزقزق والدنيا والسماء وزرقاء. وكل شي باهي والصطف باهي والملعبية باهين. يعني كان لي كومنتر متاع الشعب هو اللي أثروا عليكم غاديكا. عايش خوية هشام طو أنتي تعطيت أرقام كل شي أحمر. مشيتوا بملعبية خمسين في المئة متاحهم. أرقام اللي عندك خمسين في المئة من الملعبية جاي من نوادي متاحهم بطري فابل. فابل ما نجموش يتحركوا. وجلال يخرج بعد كل مباراة بل كان قال ماشين البعيد. وبعد مباراة نميبيا قال. لارجنطينو ما لارجنطينو أحنا بشبشون البعيد. حاشتين يا جلال أنتم عندكم مشكلة في بعضكم في السطاف. جلال على روحه وأنتم تخبيوا في الأرقام عليه. على أساس هو ما يعرش لأنه كلام بتاعه هو متاع ملعبية حاضرين. والأرقام اللي عندكم متاع ملعبية ما نجموش يربحوا حتى مباراة. هنا السؤال اللي طرحوه العبيد كل فهم مشكل في السطاف. ونعرف نعرف حتى مدرب يخرج في البلاتو يقول لك رفهم مشاكل. وفهم حتى مدرب يخرج يقول لك راهو عنا مشاكل مع ملعبية. هذه كوزين أنتيرن. لكن كوزين أنتيرن توصي جلال الخرج. وأنت خرجت وجاء مع المكتب كله بعد ثلاثة شهور بشي يخرج على روحه. أحكيوا للناس إنفا برتوت مرة في العشرين سنة في ثلاثين سنة. واحد يجي في البلاتو ويقول الحقيقة أنا مشكلتي مع الناس اللي يتسايس بعضها. مع الناس اللي يتخبي في الحقيقة على تونس مع الناس اللي يتخبي في الحقيقة على الشعب التونسي. أرقامهم تياك حاجة أخرى وجليل يحكي بحاجة أخرى. هنا فما. أنا اللقص الكلمتاك ونحيل الكلمة ببشارة سيهشام. وديما نحب ندخل في بعض أحيان كل ما استدعى الأمر ذلك حتى نثل الحوار. معناه اللي فهمته من خلال هذه الأرقام أنه سيهشام خدمته على مستوى الأرقام. يجيك يقولك هاي الوصفة. ها وعطيتك أنا الوضعية متاع كل اللعب. وأنت لك سديد النظر في اختيار اللعبين أو دعوت هذا اللعب أو ذاك. وأخطي لي أنت بيصر وكان غالط تسلح لي على دعوت هذا اللعب أو ذاك. وهو مش حاضر أن نحاول نجاهزه لك. سيهشام على ما يبدو على ما يبدو ما نعرفش يأكد ولا ينفي. أخفق في تجهيزهم لجهور جيب بالشكل المطلوب. نظل لغياب الجاهزية وغياب المباريات اللي لعبوها في سقيه. لم يكن بالأمكان تقريبا أفضل مما كان. لأنه الفترة كانت واجيزة جدا. أربع أيام متنجمش تقدم فيهم برشة. عشرة أيام ممكن. اللي اهنا بايولتو. فهمت. نويو كبير كما قال. سمحني سيهشام هنا. شو كان البديل. شو كان البديل. أنت كإطار فني. تحط بلو. اليوم تقول أربع أيام ما نجمش جاهز اللعبين دوما. ها هو البديل اللي عندي. شو كان عندكم بديل. البديل. أول حاجة مش تتجاهي للاعبين أخرين. اللي هم مكانوش موجودين ومعانيش الإمكانيات. تعرفوا أمكانيات تلاعبين. قلت لكم بكرة لحتركم السوقين. قلت لكم معانا ستة لاعبين. كانت تبدلوهم. أعطيوني أسماء أخرى. ما ملقيتش أسماء. ثانية هاجة. أخويا عربي. إذا كانت تحبني نختلق حكايات. اللي فيهم مشاكل. باش الناس والرأي العام. يرضاوا علينا. ما فهميش مشاكل. نعيش مع عائلة واحدة. ما نعيش أغراب على وعدنا. علاقتنا كبيرة يسر. علاقة المساعدين بالمدرب. علاقة ممتازة جدا. يومياً. عنا صحابنا في الكيمسونال. عنا صحابنا في الكيمسونال. عطيني. 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 وعنا معلومات. وعنا كل شيء. عطيني المعلومات. عطيني المعلومات. نجم نسمعوا به. مثالي عطيني أخويا عربيا. مقدمة نسبول. عطيني. 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 ما هو اللي سمعت. عني سؤال بك. وأنا طاوب من واجبي. ونوعد قوعة شرف. بشوية عط. عطي. أعطيني اللي سمعت. ونوعد قوعة شرف. نؤكد لك. وننفيلك. عطيني حاجة. أنت سمعتها. أبسط الحاجات. عطيني. ومشكل بين جلال. واسليم بن عشور. الضيار كان كاملا. سمعت. ونقف حتى ما لعطوش. ما عندوش الحق سمعت. بشيخ فاتوش. الوحيد هو المدر. ما يبدلوا. يا عربي. يا عربي. يا عربي. يا عربي. لحظة لحظة. لا عربي. خلينا نتفعل مع العربي. زادة. مش خاطر سمعت. ما يقفش على الخط. ما فهم مشكل. إذا فهم مشكل. اسمع لي. ربما ما شفناها. ربما في النزل. ربما في الغرفة. اللي يقعدوا فيها. ربما يختلفوا. ربما يتناقشوا. ربما يطلع. معنا تطلع. التنسيون بناتهم. ينجي. يكون فهمة. مش على خاطر. موامود دارف. موامود دارف. موامود دارف. شخص. متربي. متخلق. يعمل كيف. سيبين عاشور. لي مع. سيجيل. لي مع. هنا. السؤال هذا. أو الاستخلاص هذا. مع كم احتراماتنا. لسيبين عاشور. وعليه بومنيج. وعليه بومنيج. وفقيت الساب. أخلاقين. ليس على الكمبيتنس. أخلاقين. اليوم. حتى أحد مشك فيه أخلاقكم الكل. وكل حتى سيجاليل. سيجاليل. سيجاليل عن رأسه العين. ويعطي الصحة. وبرك الله فيه. وأحنا من جانب. لحظة. سيشير. أخلاقكم حتى حد مشك فيه. على مستوى كبير من الأخلاق والتربية. ولا جدالة في ذلك. هنا نحب نعتذر على اللقطة التي صارت. على الأقل من جانب. نحن كممثل لقناة الحوار البارحة. عندما كان جانيل قادري خارج من المطار. وطبيعي جدا. نفهم الوضعية بتاعه هو. كما نفهم وضعية الصحافة الموجودة في العين. ما كان يحب يأخذ سباق. أنا نقدم اعتذاري. أنا نقدم اعتذاري نيابة على الزميل. أنا نقدم اعتذاري نيابة على الزميل كان غادي. كنت مختص يا عارف. اللي حبيتنا نقول هو أنا هنا. والله قلوبنا مليانة والله. نعرف. قلوبنا مليانة أكثر. ماذا بين نقعد والغدوة نحكيه. باش نقعوا تفسيرك هاو ايش في الغلي.